مرحبا بكم مشاهدنا كرام اهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر من برنامجكم دردشة الليلية مع الحباب فكثيرا ما توصلنا بمجموعة من الرسائل بمجموعة من المساجات من المتابعين الاوفية ومن عموم المغاربة والمواطنين اللي كنت سألوه السؤال العريض واش القول حسين لتجلف شتوكا اتباه فهذا الشي اللي خلنا اخواني الكرام انه نديرو هاد اللايف ونوضحو مجموعة من الامور مجموعة من المستجدات المتعلقة بالطفل الحسين ايتو كريم اللي اه يعني الحدود الساعة لا زال مختفي اه بدوار اه يتحمو بجماعة ودصفة باقليم شتوكا اتباه الحدود الساعة الحسين مصير دياله مجهول الحدود الساعة الحسين ما زال ما لقاتوش لأسرة دياله ما زال ما رجع للاحضان ديال الام دياله هذا هو اه اخواني الكرام اه الاهم يعني ما كان فا يعني 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 عشرين يوم وطفل لا زال الام دياله وحزينة ومكلو ما فا اه من في نظركم يكون اختطف هذا الطفل الملك الملك الحسين اللي كي يبلغ من العمر اربع سنوات كنا نتسأل اين الحسين واشنو المصير ديال الحسين فالمشاركة معنا في هذا البت المباشير وفي هذا النقاش الليلي وفي هذا الدردش الليلي ما عليكم سوى انكم تصلوا بنا عبر الرقم الهاتف اللي هو 06-56-06-76-28-06-82 وعيد الرقم الهاتفي اللي هو 06-76-28-06-82 مرحبا بكم مرحبا بالتعليق ديالكم وبالاراة ديالكم بخصوص هذا الموضوع فكنا تبعنا القضية ديال اختفاء الطفل الحسين يعني اللي اختفى يعني تقريبا حوالي 20 يوم هدي بقارية صغيرة ودوار صغيرة كي يسمى ايتحمو بجامعة وضصفة باقريم شتوك ايتبها فبعد ما خرج الطفل يعني من الروض فشك اقرأ تفجأت الام دياله حوالي الساعة الثالثة زوالا بالاختفاء دياله صدفة وبشكل غامض وغريب جدا هد شي اللي خلال ام دياله انها يعني بطبيعة الحال تحزن هذا الفراق ديال الفلدات ديال الكابيد ديالها فدوار شهد واحد الاسنفار كبير واحد بحث وتنقيب وتمشيت بالكلاب المدربة وبستعانة بطائرة الدرون وطائرة يعني ديال الدرك الحربي لانه لا نتيجة واستمر الوضع تقريبا اسبوع يعني ودوار كله يقلب على هالطفل فانسحبت العناصر الامنية من الدوار في حدود الاسبوع الاول لانه رجعت مؤخرا ربما من السبب واحد هو انه ربما يكون حد المختطفين ديالها الطفل قد يكون تخلص منه الا انه لا نتيجة ولا اي شي الحدود الساعة لا زل تعميق الباحث متواصل والبحث من طرف عناصر الدرك الملكي والضابط القضائية تحت اشرف نية بالعمل لكتشرف على عمليات البحث والتحقيق مع كل افراد ديال العائلة ومجموعة من الاقاريب وايضا الناس اللي ربما يكون مشكوك في الامر ديالهم وعندهم علاقة بهذا الموضوع فالحدود الساعة يعني لا نتيجة تذكر من التحقيقات كلها لا اي شيء كأن الارض انشقت وبلع الطفل حسين الام دياله صراحة ربما الوضع ديالها وضع موزري جدان ونفسية ديالها جد متأزمة حتى الاسرة دياله بطبيعة الحال والأعمام دياله والأب دياله فالكل يعني ربما فقد الامان في العطور على هالطفل فكنا كان تمنى وانه يتم الارجع دياله في اقرب وقت لمنزل الاسرة دياله الا انه لا شيء من هذا تم الحدود يعني كيف يعقل اخي او اختي باش ان طفل اختفي يعني حوالي عشرين يوم ولا اطار له فهد شيء صراحة يخلنا متخوفين من ان يكون مصير الطفل قد ربما يكون مصير دياله مجهول يكون ايضا مصير دياله تعرض للسوء وهد شيء ما بغيناش كانت منها ومن كافة يعني عناصر الامنين انها تكتف الجهود ديالها من اجل انها ترجع هالطفل فهذا هو الدور ديالهم وهذه الخدمة ديالهم خاصة القوها الطفل في اسرع وقت لانه لا يعقل باتة انه يستمر الوضع هكذا والام ماربي اللي علم بها فربما كنا ندرو روسنا بلاص لها الام وبلاص لها الاب اللي لا زال يعني كينتظر طفل دياله ربما يسمع عليه شيء خبار اللي تفرح وشيء خبار اللي ترجع نفس عليه نوع ما بعد ما فقد الامل في المستمير وهذا الكابوس مازال ما بغي سهلا فالل كان هذا اللوبي اللي كيستغل الاطفال خاص يعني اننا نفضح كل اللوبيات اللي تنتعيش على اجساد الاطفال وعلى فلدات الاكبر ديال وكتربس بهم فكفانا من استغلال برعص طفولة كفانا من اختطافات الاطفال كفانا من هد كعير الاطفال فالاطفال ديال المغرب خط احمر ويجيب حماية ديالهم فإما قلت الاستنفار الامني اللي عرفوه دوار يتحم لم اشهد له يعني من قبل فبطبيعة الحال هاتش خلا خلا واحد الاطار ايجابي الا انه مع الاسف شديد يعني ربما مرغم هذا الاستنفار الا انه لم يعطي اي نتيجة الحدود ساعة طفل لازال مختفي والمصير دياله مجهول الام دياله ما زال اه كتسنا شي خبار اللي تكون يعني مفرحة اللي توصل الابن ديالها اللي كتمنعنا وتشوفوا يعني 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 يرزقوا هاتش بطبيعة الحال اللي كنتمنعوا كنا كمغاربة كنا نساند هذا الطفل كنا نساند هذا الاسرة في المحنة ديالها فا المربية دياله هي الاخرى كدت بان طفل يعني خرج عندها مع الان ومشى للدار ومرت تقريبا حوالي ساعتين وكان يلعب امام منزل واختفى فرمشة العين هذا شي خلا مجموعة والتساؤلات خلا مجموعة من الشكوك خلا مجموعة من الامور وخلا ايضا مجموعة من التكاهنات بان طفل ربما يكون فقط يعني ما غادرش الدوار يكون في مكان ما من الدوار لانه لا يعقل انه الطفل اللي هو طفل دكي وكي يعرف يعني اشنو يمشي مع اي شخص برانيكي فما كان هادش اللي كتأكد الاسر دياله وكتقول بان الطفل دكي ويتميز بمجموعة من الصفات اللي ما يمكنش انه هاد الامر بطبيعة الحال كتير مجموعة من الشكوك وكتير مجموعة من الفرضيات هالطفل تعرض للسو هالطفل يعني يخططف من طرف جهات جهولة هادش اللي كانت سنا وانا نعرفه من طرف المحقيقين انهم ورونها يعني نتائج ديال تحقيقين وصلت فالحدود الساعة لم تصفير يعني تحقيقت عن اي نتيجة فالهدف الاسماء هو ايجاد طفل حي ورزاق وترجع للام ديال وارجع الاحضان ديالها وان شاء الله ترجع لباسماء لدوار اي تحمو اللي يفتقد طعم الحياة وربما يعيش يعني اسوأ الايام دياله واسوأ الايام دياله ولم يشهد من قبل هكذا اه اختطاف او اختفاء ديال اي طفل فكل اطفال ديالدوار كانوا ينعمون بالامن والسلم الا انه اه بعد اختفاء هذا الطفل يعني خلا كل الامهات يعني خايفة على الابناء دياله وخايفة على الفلدات ديال الكبير ديالهم لانه هذا الطفل صراحة خلا واحد الاطار سيء في النفوس والكل حزين بالفقدان دياله كنا كان نذكره مواقع اللي عدنان بيطانجا ومواقع للملك نعيم بيزا قورا اللي اه القاو يعني اه مصير الموت فكانت من وانهم يتكرش نفس سيناريو ويرجع الطفل ام دياله وايضا يرجع العائلة دياله فا اه كما كان اكدوا دائما فا كنا ضد اي استغلال برأة ديال الطفولة ضد اي استغلال الاطفل لأننا كنا مع حماية الطفولة كانت من من السلطات المعنية باشا نها تقوم بتكتيف الجهود من اجل ايجاد هذا الطفل اللي غاب على الاسرة دياله حوالي عشرين يوم هذه تقريبا والحدود الساعة مظهر لي التأطر فبطبع الحال شيء مؤسف جدا أن الحزن لا زال كي يلازم هذا الاسرة لا زال بطبع الحال الاسرة تعيش على واقع صدمة كبيرة بعدما اختفى الطفل الحسين ولم يظهر له اي اطر حتى الابحاث والتحريات اللي تمت مع مجموعة من الاشخاص يعني سواء السكنة ديال الدوار افراد الاسرة وايضا ربما بعد المشعودين وغيرهم لطالهم تحقيق فتحقيقت كلها مع تتشي اكل مع تتشي حاجة فمن قبل كان ايضا تم الاعتقال ديال واحد ام شبان لحاول انه يبتز الاسرة في مبلغ ما اللي هو خمسين الفدرهام مؤكدا لهم بانه كيعرف المكان ديال تواجد ديال تفل حسيني لانه فقط كان بغاير كبع القضية ويجني المال من عائلة الحسيني لان هذه الحيلة ديال لم تشفع له وتم الاعتقال ديال ووجهت له مجموعة متهام وسيلقى مصيره في السجن فتحية ايضا العناصر الامن وايضا ترك الملك على المجهودات الجبار اللي كتقوم بها من اجل ايجاد هذا الطفل اللي لا زال مختفي الحدود سعاء اخواني الكرام فقط يعني كانت هدي واحد دردشة واحد من اجل نحيط الناس علما بهذا الموضوع وايضا يعرف بانه لازال حدود سعاء الطفل مختفي ولازال لم يظهر له اي اطرف ايضا يعني على ذكر الاختفاء فايضا صباح اليوم اختفى واحد طفل بيت ازني لانه تم العطور عليه مساء اليوم بشاطئ اكل وسيتم فتح تحقيق في النازل المعرفة كيفية وصول هالطفل للشاطئ المذكور وهل الشخص ما استحبه الى الشاطئ هذا هو يعني اللي خل الساكنة ترتاح نفسيا بعد ما تم العطور عليها بشاطئ المدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة